عايز ايسا حرك برضو عن كلمة ترددت النهاردة تقالت النهاردة وهي موجهة التهديدات المشتركة هي ايه التهديدات المشتركة النهاردة بالنسبة للمصر والامارات او 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 تهديدات مشتركة كتير جدا زي الدول اللي تكلمنا عنها تهديدات ايرانية تهديدات تركية تهديدات من قوة اخرى قد تكون اسرائيل طرف فيها ايضا لانه محدش يعني حتى اللي مالوش حالة حرب معاك مش عايزك تتفوق ولا تقوى احنا مش قدرين ندرك الحقيقة دي في السياسة السياسة مش تيست عبيض واسود لعداء كامل ولا سلام مضح لا السياسة درجات من الالوان فيما بينها انا من مصلحتي ان اضعف خصومي مش اعدائي ان اضعف جيراني حتى هاي هو السياسة قائمة على اللا اخلاقيات دي انك انت تسعى الى اضعاف الطرف الاخر هو سد النهضة ده مش معمول عشان اضعاف مصر انه مؤامرة اساسية ليس قضية مياه ولا قضية كهرباء انما هو قضية السيطرة على سياسات مصر وخنقها من الداخل نفس هذا المنطق بيتهدى الدول كثير منها الامارات منها المملكة العربية السعودية منها كثير من الدول ليبيا ماذا يحدث في ليبيا ليس هذا تهديدا للوجود العربي ان يجي لي واحد تركي من اقصى المشرق عشان يتدخل في الشيون هناك وين القوات من الحدود السورية الى داخل ليبيا العبس في شرق المتوسط ومحاولة السيطرة على الغاز هناك ونهاردة تم الاولان عن انه الامارات العربية المتحدة هتبقى لها مركز او دور المراقب في تجمع الغاز تجمع الغاز المتوسط كل ما نستدعي بعض الاصدقاء او الاشقاء كل ما ده يكون مركز ثقة لنا ومصدر اهتمام يعني عايز اقول بالعكس مثل هذه المشاورات اللي حصلت النهاردة بين الرئيس و الشيخ محمد بن زايد بتؤكد حاجة واحدة ولي عهد ابو الزايد بتؤكد حاجة مهمة جدا هذه الحاجة هي ان نحن هنا ونحن متفقون ونحن نتحدث لان برضو حصلت بعض الظلال على سياسات الامارات بعد ما جار في الشهور الاخيرة مصر متوضح موقفها مصر مع السلام ومع التوازن والاستقرار في المنطقة وقد يؤدي ما نحن فيه الان احنا جربنا سنوات طويلة 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 من القطيعة ربما لو حصل هذا تداخل تغيرت الامور انا شفت بنفسي كيفية التعامل يعني احنا برضو في مرحلة معينة من تاريخنا لأسباب مش عايزين نخلط فيها لم نتمكن من اكتزاب الجاليات اليهودية الموجودة عندنا المغرب نجح فيه هذا انا شفت بعناي الملك الحسن عليه رحمة الله والحاخمات اليهود في فرنسا من وصول مغربية يقبلون يدي يعني كان ممكن نحن نمشي في السينريوات مختلفة بتذكر الآن السياسي المصري الداهية اسماعيل باشا صدي قال لا تحاربوهم فما دخلوا شيئا إلا وبرعوا فيه دولت تجار شطرين ما تعلمهمش الحرب حيتفوخوا فيها كان عندنا زوايا معينة وفرص ضائعة بس هو الخلاف مش خلاف تجاري لا تكلمش على الخلاف عمره ما كان خلاف تجاري ولا خلاف بيزنس خلاف خلاف أرض لا مش خلاف خلاف السياسي أيو 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 عشان كده أقول لك أقول لك لا تحاربوهم الفكرة هناك وسائل أخرى للتفاهم وطرح مشروع اقتصادي لحل القضية الفلسطينية أنا مش بروج لتفكير وقد يكون هذا كلام خيالي ولكن كانت هناك فرص ضائعة أفلتت من أيدينا فيما يتصب بعوضاع الشرق الأوسط والصراع العرب لإسرائيل تبني رفضت خرار التقسيم لليه رفضت يعني ضاع مننا فرص كثيرة جدا مش عايز يعني أبتدي أرجع التاريخ فإحنا دلوقتي عندنا قدر من الياخزة والقدرة على التعامل ما فيش تابوز يعني ما فيش مجموعة مخاوف دينية وعرقية وسياسية تمنعني من اتخاذ موقف معين لا ما تراه هو الأصلح ويوافق عليه شعبك اتجه إليه تمام أستاذات أول ما بدأ مسيرة السلام ما كان فيها صوات اعتراض شديدة جدا ولكن أدرك الكثيرون بعد ذلك حتى من معارضيه أنه كان على حق لأنه عنصر الزمن ليس في صالح العرب في الصراحة العرب الإسرائيلي يكرر عنصر الزمن ليس في صالح العرب في الصراحة العرب الإسرائيلي أبدا بعد الفاصل عايزة أحرك على نقطة تانية متغير طب تفضل حرك كامل النقطة يعني يعني بعد مع مضي الوقت بتبنى المستعمرات وبتتغير ملامح الدنيا وبنى الجدار العازل وانفتحت إسرائيل على دول مختلفة يعني ما كنا نستطيع أن نحله في وقت معايا ما بنحلوش إحنا بنضيع فرص سد النهضة ده لو كنت لحيط يام عن تيبي وتفاوت وانت في مركز قوة معهم على موضوع المياه كان زمانك مستريح دلوقت طيب إحنا ما بنتعاملش مع عنصر الزمن التعامل اللائخ بعد الفاصل يا دكتور مصطفى عنصر الزمن عشان